أخد حق سناء إزاي من أهله معنا مدخلة مع المحامي أستاذ محسن السبع المحامي بالنقضة ومستشار القانوني لحملة وريده حلا شايف مشكلة سناء إزاي؟ مساء الفل مساء الخير عليك إزاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام شفت قد إيه مشاكل من جواز القاصرات بقى؟ حكيلي هي مشاكل كتير طبعا وبيتبقى منتجرة زي ما قالت الدكتورة أمر في الأقديم والأرياف والمجتمعات البعيدة شوية وهم بيعتبروا جواز البنات سطرة زي ما تقولون رأي أمل قالت وفي نفس الوقت بيتخلصوا منها بأهل مادي والاجتماعي وكده إيه طبعا بيسطروها طب إيه الإجراءات بقى إحنا ممكن ناخدها إيه مفروض الإجراءات اللي هي تعملها عشان على الأقل يعني أبقى يا سيدي أبقى بأرملة وأبقى جوزت قبل كده وعشان أقدر أخد حق إيه في القضية اللي بيرفعوها دي بردو بنت دي تطلع كده خالص؟ لا هي حوار الشرعية والقانونية كاملة محفوظة بس لازم تبدأ فورا برفع دعوة إثبات علاقة زوجية وإثبات حقها في المراسل من زوجيا المتوفي وبتقدم أصل العهد العرفي بتقدمه فين بقى؟ أه والمحكمة بتحل الدعوة لسماع شهود الإثبات والواقع وبالتالي بعد ما تتأكد من توفر أرقان عقد الزواج من إيجاب وقبول وإشهار بتحكم بإثبات العلاقة الزوجية وبتحكم لها بمراسة الشرعية في جوزها المتوفي طب بتاخد وقت قد إيه؟ لا القضاء المصري الحاليين القضاء النزيه بيتمجيز بالعدالة النجزة فبتاخدش وقت كتير حياني حاولي 3-4 شهورين لو البنت جت وزي ما بيقولوا كده ويعد في عرضك أن أنت تتبنى الحالة دي لا طبعا يعني هي مرحبة بيها في أي وقت أنا بشكرك يا سيد محسن النورتيني وعلى رأس مرسي شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة